على وقع الانهيار الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا والفساد المستشري في العراق فضلاً عن التجاذبات السياسية التي تسبق عملية الانتخابات يذهب عشرات القتلى والجرحى ضحية التفجيرات التي تقف وراءها جهات سياسية ميليشياوية تحاول تحقيق مكتسبات على حساب دماء الأبرياء ناشطون قالوا إن الانفجار الذي وقع بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين إضافة إلى حرق عدد من السيارات نجم عن سيارة تابعة لميليشيا العصائب كانت تحمل عبوات ناسفة خرجت من منزل بنفس المنطقة التي حصل فيها الانفجار فيما اتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطالب جهات سياسية بالوقوف وراء تفجير السيارة الملغومة في مدينة الصدر شرقي بغداد بينما كشف مسؤولون عراقيون في قيادة العمليات المشتركة عن أن تفجير مدينة الصدر كان ناجماً عن تفجير عرضي خلال نقل إحدى الميليشيات شحنة من المتفجرات اتهامات متبادلة بين أطراف العملية السياسية وميليشياتهم وكل يلصق التهمة بغيره محاولاً تبرئة ساحته استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة لتعود ذات الوجوه إلى المشهد السياسي متحكمة بمقدرات العراق والعراقيين حتى أصبح اقتراب موعد الانتخابات ينظر في كل مرة عن موعد إراقة الدماء